طيب الحقيقة برضو من التفاعل في صديق البرنامج والأهلاوي إيهاب عمر كتب على الفيسبوك خواطر في حق المهندس عدلي هو كان رافض تماماً أننا أراه لا إعلاقة ده بالموضوع لا أنا هقراه ما لكش دعوه طيب مش تبق لا لا ما لكش دعوه إيهاب عمر كتب بيقول ليس انتقاداً ولا انتقاصاً ولكنه كان حلماً ورجاءاً أن يأحظى عدل القيعي بتكريم منفرد في ليلة تحمل اسمه لا على هامش احتفال ومعه كثيرون عدل القيعي كمصالح سليم والتيتش حمل النادي على كتفيه حاملاً سيف الدفاع عنه كثيراً ومهاجماً به أحياناً قاتل الأعداء مع التحفز على التوصيف بهدوء وسكينة عانى الأهل كثيراً من الصمت المطبق لأنه حسب المعتقدات والموروسات في مصر المحروسة أن الكبير عليه أن يعمل ولا يتكلم ولا حتى يدافع عن نفسه وإن تعرض للظلم حتى جاء عدل القيعي فأصبح الأهل يجتهد ويعمل ويتكلم ويدافع عن نفسه بل ويهاجم قاد الأهل للتغلب على المنافسين في أرض الملعب وفي مدمار الكلمة مؤسس علم الإقناع بإمتاع الله عليك غريب وعجيب ومكحف أن يتم تصنيف عدل القيعي كمفاوض أو مهندس للصفقات فقط هذا رجل قاد الأهل فكرياً وإعلامياً لعقود أربعة وربما أكثر وسيمتد أثره لعقود أخرى إن شاء الله رسم سياسات ووضع استراتيجيات ومن ورائها الخطط عندي من اليقين ده إيهاب عمر عندي من اليقين ما يجعلني أجزم أنه لو لا الأهل في قلب القيعي لأصبح في مكانة أخرى كبيرة لعلنا نقف أمام أكبر رجل أنكر ذاته في تاريخ الأهل عطفاً على ما قدمه ثم ينشر إيهاب عمر صورة للمهندس عدلي في الانتخابات الأخيرة إلحقوه قبل ما يتباع إلحقوه في إشارة إلى موقف ملك وكتابة والمهندس عدلي إبان الانتخابات الماضية وما صاحب لائحة النظام الأساسي وقتها من جدل كبير أعتقد كان الموقف واضح وصريح وحضراتكم تتذكرون كل التفاصيل يعني كتر خيره وكتر خيرك بس أنا مش موافق أن نقحم هذا الكلام أنت متوفقش لكن الرجل قال حاجة معلش بس هو يعني برضو حطيني في صعوبة ومقارنات يعني كتر خيره إذا كان يراني هكذا إنما يعني ما كانش وقته معلش أنا مش كتر خيره أنت